اشتركوا في القناة فكنزوا اموالهم فحق عليهم سوء المصير لا تتخيلوا ما اشعر به الان من راحة النفسية الهواء عليل ورائحة الثمار والاشجار تملأ المكان بهجة كلما اتيت الى هنا اشعر كأنني عدت الى ايام طفولتي اذا عليك ان تتمتع بجمال الريف قبل ان تنتهي اجازتك سافعل ذلك فلو ان الامر بيدي لجلست هنا طوال فترة الاجازة بعيدا عن صخب المدينة وما الذي يمنعك من ذلك يا عمي لأسباب كثيرة فلدى زوجتي وابنته اهتمامات اخرى فلا يجب ان يفكر الانسان فيما يريحوه فقط فالعناية بالاسرة تكون دائما هي الاولوية الاولى لرب الاسرة وكيف كان المحصول هذا العام يا صالح وفير والحمد لله يا ابي الحمد لله على عطائه وهل اخرجت زكاة زروعك ام لم تخرجها بعد زكاة الزروع وما هي زكاة الزروع يا جدي لكل مال زكاة زكاة فرضها الله على عباده ومن موجبات حق الله في ارضه ان يخرج العبد زكاة زروعه فالزكاة فرض امر به الله ومن لا يؤدي حق الله يحل عليه غضبه كما حل بقارون وكنزه قارون وما هي قصته ساحكي لك كان قارون رجلا من قوم موسى قد فتح الله عليه من العطاء فزاده من المال ليبتليه ايشكر نعمة الله عليه ام يكفر بها فكنز قارون ماله فكان من الظالمين سيدي قارون لقد وضعت حصيلة اليوم في المخازن كما هو الحال في كل يوم وكم كانت حصيلة اليوم يا حاران كانت الف الف درهم يا سيدي وعشرين الفا فقط؟ لماذلك؟ هل تخلف احد عن الدفع؟ البعض طلب السماح لعدة ايام يا سيدي طامعين في كرمك العظيم؟ أخبرني يا حاران منذ متى وأنت تعمل لدي؟ منذ عشر سنوات يا سيدي وربما أزيد قليلا وهل عهدت مني في كل هذه السنوات بأنني أتسامح في حقي؟ بأنني أتساهل في جمع المال؟ ولكن سيدي أردت أن أقول كفاك لغواً وعبثاً اليوم يجمع باقي المال ويوضع في الخزائن وإياك أن تحدثني بمثل هذا الحديث بعد اليوم فقارون لا يتهاون في جمع ماله أبداً ومن يتأخر ولو ليوم واحد فحرس الفرعون سيجعلونه يدفع في التو هيا أغرب عن وجهي أمرك أمرك يا سيدي قارون رأيتم ذلك النعيم الذي يحيا به قارون رأيتم كيف صارت تجارته واسعة وكيف أصبح ماله عظيماً يا له من عطاء عظيم من يصدق بأن صاحب كل هذا المال هو راجل من قوم موسى هكذا أراد الله له إنه هو موزع الأرزاق ولكن لما أراد الله أن يعطيه كل هذا الرزق أتعلمون كم أصبح لديه من الأموال؟ لا أحد يعرف فأمواله لا حصر لها ولا عدد لو أن أمواله وزعت علينا جميعاً لكفتنا ولما لأت بيوتنا بالذهب والفضة سمعت أن لديه ما يعدل الجبال من ذهب وأنا سمعت بأن لديه ما يعدل الجبال من الفضة فضلاً عن قصره العظيم وتجارته في الشرق والغرب ففي كل بيت تجد لقارون تجارة وبيع وشراء وكأن الله أتاه مفاتيح كنوز الأرض وحده كيف يرضى الله لنا ضيق الرزق ويكون لقارون ما له من سعة مال؟ هذا أمر محير حقاً ولا أحد يعرف حكمة الله في ذلك استغفروا الله فإن هذا قول عظيم ودعونا من هذا الحديث دعوا قارون وشأنه إن الله له حكمة في ذلك السلام عليكم يا قارون من أنت أيها الرجل؟ وكيف دخلت إلى حديقة القصر؟ يصر الله لي أمري كي ألقاك عسى أن يجعلك الله سبباً في تفريج قربتي دعك من هذا الحديث الأبله يا رجل واخبرني ماذا تريد؟ جئتك أسألك حق يا قارون حقك أنت؟ وهل لمثلك حق عندي؟ سامحك الله نعم لمثل حق عندك إنه حق الله الذي جعله في أموال الأغنياء للفقراء يا قارون وكيف يكون هذا في ظنك؟ أن تخرج زكاة مالك هذا حق الله عليك وحق كل محتاج؟ ليس لأحد حق عندي إنما المال مالي أوتيته على علم وبسعي وكد مني لا بفضل ولا من من أحد استغفر ربك يا قارون استغفر لذنبك ولا تكفر بنعم الله عليك فيهلكك الله كما أهلك السابقين احذر يا رجل في قولك وإياك أن تعيد على مسامعي هذا الحديث وإلا حل عليك غضبي والله وكأنك أنت من تستدعي سخط الله عليك هيا نصرف من أمامي هيا سأخرج ولا أقول إلا ما علمني إياه نبي الله موسى حسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله استكبر قارون وجحد بنعمة الله ولم يؤدي فرض الله عليه فحق عليه عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة فراح الناس يتساءلون عما صار له وهم لا يكادون أن يصدقوا أعينهم انتشر خبر قارون في كل مكان فراح الناس يحمدون الله على حفظه لهم بعد أن كانوا يأملون بسعة مال كمال قارون والله إني لم أكن أصدق عيناي من هول ما رأيت فكلما كنت أنظر إلى موضع قصره وخزائنه كنت لا أصدق أين هذا الذي كان يسير متفاخراً بين الناس منذ أيام قليلة والله والله إنها لآية كبرى من آيات الله لكي نعتبر ولا ننظر لما متع الله به غيرنا من عباده فهو العليم بالأنفس وهو اللطيف الخبير لم يبق الله من أثره شيئاً انشقت الأرض وابتلعت كل خزائنه فلم يبقى درهم ولا دينار وخسف الله به الأرض وببيته فاختفى وكأنه لم يكن له وجود في يوم من الأيام هكذا يضرب الله الأمثال للناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون هكذا ضرب الله مثلاً في كتابه العزيز عن قارون وماله وكيف كنز حق الله ولم يخرج زكاة ماله بل وتكبر على العباد وكفر بنعمة الله التي أنعمها عليه كم كانت نهايته قاسية ولكن بها الكثير من العظات والعبر لقد كفر قارون فكان عبداً لماله وإن الله لا يفتن عبداً إلا لعلمه بما في قلبه من زيغ ونفاق فالله يحفظ عباده المؤمنين ولا يضل إلا المنافقين أيكون هذا هو جزاء من يمتنع عن الزكاة يا جدي؟ الزكاة كما قلت هي حق الله وحق الفقراء على الأغنياء ومن يأبى أن يؤدي حق الله عليه فلا ينتظر إلا سوء العقاب في الدنيا وفي الآخرة لذا فاحرص على معرفة حق الله عليك في كل شيء حتى لا تأتي يوم القيامة فتسأل ثم تجهل الإجابة سأفعل يا جدي هذا وعد مني فكم أخشى أن يصير حالي كحال قارون في يوم من الأيام بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ففي السنة النبوية المطهرة كثير من القصص المليئة بالآيات والعبر ومن تلك القصص قصة أصحاب الغار هؤلاء الثلاثة الذين خشوا الله بالغيب ففرج الله عنهم قربهم فكانت قصتهم عبرة لمن سيأتون بعدهم وإلى يوم الدين ها كم اعتدت على هذه الجلسة المليئة بالود فأن نجتمع كلنا على الطعام لهو شعور رائع لا يشعر به إلا من حرم منه صدقت يا أخي فالشعور بالتفاف الأسرة كلها على الطعام أمر مريح للنفس مرت الأيام سريعة هذا لأنك تشعرين بالراحة والأمان يا بنيتي الأيام الجميلة في حياتنا تمر سريعا ما هي إلا أيام معدودة ونعود إلى الخارج ونفتقد مثل هذه الجلسات الجميلة كم سأشتاق إليها فمن الضروريات التي لا يجب التخلي عنها اجتماع الأسرة كل يوم على الطعام فضلا عن قضائهم الوقت الأطول معا فهذا الأمر ضروري لزيادة ترابط الأسرة سأحاول تنسيق الوقت بشكل أفضل وأن أجعل وقت اجتماع الأسرة له الأولوية نعم وهذا ما عزمت النية عليه إن شاء الله إذن فلنسمي اسم الله أولا ثم نأكل وبعد ذلك نحكي عن قصة اليوم وما هي قصة اليوم يا جدي؟ نأكل أولا ثم لكل حادثة حديث سأفتقد هذه الحكايات يا جدي وأتمنى أن أعود سريعا لأستمع إليها ونحن سنكون في انتظارك يا مي تمر الأيام سريعا وصرعان ما ستجدين نفسك بيننا من جديد هذا ما كنت أقوله لها حينما شعرت بأنها حزينة لاقتراب انتهاء الإجازة نعم انتاباني الحزن ولكني الآن لا أريد شيئا سوى سماعي قصة اليوم قصتنا اليوم ستكون عن أصحاب الغار أصحاب الغار؟ أتقصد يا جدي هؤلاء الثلاثة الذين حبسوا بصخرة داخل الغار؟ وما هي قصتهم يا جدي؟ سأحكي لكم فلنرى ولنستمع معا إلى قصتهم يبدو أن هذه الرياح تحمل بداخلها مطرا غزيرا نعم هذه رياح أمطار لا ريب يجب علينا أن نبحث عن مكان نحتمي به انظروا هناك جبل على مد البصر فلنذهب إلى هناك كي نستظل بجواره هذا غار ويبدو أنه آمن وليس به ما يخيف الحمد لله لقد وجدنا ضلتنا هذا أنسب مكان نحتمي به حتى تنتهي هذه العصفة وبعدها نكمل طريق سفرنا هذا قول صائب فليكن ما قلت رحمتك يا رحيم ما هذا؟ لقد سدت الصخرة طريقنا للخروج إنها صخرة كبيرة جدا لم يعد هناك منفذ لقد حبسنا في هذا الغار دعكم من هذا الحديث ولنحاول أن نحرك هذه الصخرة كيف نحركها؟ ألا ترى حجمها؟ لا طاقة لنا بها لا سبيل لنا لتحريكها إن هذا الحجر لا يستطيع تحريكه مئة من الرجال الأشداء لابد أن نحاول وإلا سيكون مصيرنا الموت هيا حاولوا معي هيا حاولوا معي هيا حاولوا معي هيا حاولوا معي قلت لكم لا طاقة لنا بها وقد أجهدنا أنفسنا بلا طائل يبدو ذلك فكم أنا متعب لم يكن أمامنا إلا المحاولة لم يكن أمامنا إلا المحاولة لقد فعلنا ما يجب علينا فعله وما المخرج الآن؟ هل سنبقى هنا؟ لا أعرف لم يعد عقلي أعمل لا أرى مخرجا لنا سوى الدعاء هذا هو مخرجنا الوحيد الدعاء؟ أينجينا الدعاء من هذا البلاء العظيم؟ نعم ينجينا إن شاء الله فقط ليخلص كل واحد منا في دعوته ولا يدعو إلا بعمل مخلص عمل ما فعله أحدكم إلا لمرضات الله وحده دون غيره صباح الخير يا أبي صباح الخير يا أمي تفضل وعذرا على تأخري بالأمس لا عليك يا ولدي فوالله إننا لا نرجو إلا سلامتك دوما فحفظك الله لنا يا ولدي حفظك الله حفظك الله يا ولدي حفظك من كل شر وسوء اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وأنه ناء بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتدورون من الجوع عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإذا كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج لنا منها فرجة نرى منها السماء الحمد لله الله أكبر الحمد لله كثيرا هل أحضرت المال؟ نعم ولكن اقتربي مني أولا اقتربي أكثر لما هذا الحياء؟ لم يكن هذا ما اتفقنا عليه لما تفعل ذلك؟ ألا تتق الله فيه؟ استعذ بالله من الشيطان واتق الله اتق الله خذي هذا واذهبي استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه اللهم كانت لي بنت عم وكانت أحب الناس إلي فراوتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها شدة في سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك إلا أن تتزوجني فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله لقد استجاب الله لدعائنا وها قد جاء دورك توكل على الله وتذكر خير الأعمال وادعو لعل الله أن يخرجنا من هذا الغار السلام عليكم يا عبدالله وعليكم السلام ورحمة الله يا عبدالله لقد كنت أعمل عندك يوما ولم أخذ أجري حينها فهل تذكرني؟ نعم نعم أذكرك جيدا إذن رد لي أجري يا عبدالله وجزاك الله كل الخير انظر إلى هذا الخير الذي أمامك وما بهم هم لك لك أنت وحدك أتستهزئ بي إنما سألتك عن أجري كل هذا هو مالك هو لك وأشهد الله أنني قد شاركتك أجرك ففتح الله علي من فضله ونعمته خذه فهو حلال لك بارك الله لك بارك الله لك بارك الله لك الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان من فرج علينا هذا الكرب العظيم أشعرك أنني بعثت إلى الدنيا من جديد الحمد لله على نعمه وفضله إنه هو المتفضل على عباده اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كل الحمد يا صاحب الفضل العظيم هكذا يجاز الله من اتقى فاللهم اجعلنا دائما من المتقين ما أجملها من كسة وعبرة هكذا يفرج الله عن عباده المتقين ويخرجهم من قربهم سالمين إنه فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده وهو أعلم بما في الصدور فالله عز وجل يعلم بمن هو أهل لفضله ويعلم من هم المبعدون وهل يجب علينا الدعاء إذا أراد أحدنا أن يفرج الله كربه؟ بالطبع يقول الله عز وجل في كتابه العزيز أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم هكذا يعلمنا الله فضل العمل الصالح والتقوى وأيضا يعلمنا فضل الدعاء بصدق مع اليقين بالقبول فما كان عبد يظن بالله خيرا ثم يخزيه الله بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن لله عبادا عاشوا باحثين عنه راغبين فيه آملين في الوصول إلى الحق وإن شق عليهم الطريق وطال ومن هؤلاء المخلصين لله الراغبين فيه كان ورقة ابن نوفل الأسدي رضي الله عنه لم تكونوا لتجتمعوا على هذا النحو إلا أن لكم حاجة فما هي كنا نتساءل هل دين إبراهيم هو الإسلام؟ نعم بل إن دين كل الأنبياء هو الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك تصديقا لقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم فدين أنبياء الله جميعا هو الإسلام بمعنى الاستسلام والانقياد لله وحده فهو دين واحد يأمر بعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له إذن فما الاختلاف يا أبي بين دعوات الأنبياء والرسل لم يقل الاختلاف بين رسول ورسول إلا في الشرائع هكذا أراد الله أن يسر لعباده أمورهم الدنيوية فبين أقوام وأقوام تختلف الأولويات والحاجات فلكل أمة حال وذلك حتى جاءت الرسالة الخاتمة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فكانت رسالته دينا خاتما لكافة الناس وذلك تصديقا لقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إذن احكي لنا عن الملة الإبراهيمية في كريش يا جدي بالطبع إذن فلنجلس أولا ثم نحكي قصتنا وبعد انهيار سد مأرب ما كان من عرب اليمن إلا الاتجاه إلى الشمال والبحث عن أرض جديدة ومع نزوحه بالجماعي كانت حكمة الله وأمره بأن يترك سيدنا إبراهيم عليه السلام زوجته سيدتنا هاجر المصرية ولده سيدنا إسماعيل عليه السلام بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم ومن هنا بدأ دين نبي الله إبراهيم عليه السلام وشريعته تنتشر بين عرب مكة فلبثوا على هذا الدين والشرع ما لبثوا حتى وسوس الشيطان لهم بالشرك فتبدل الحال بينهم وملئت مكة بالأصنام التي راحت تحيط ببيت الله الحرام من كل جانب ما هذا الذي صارت عليه أحوال العرب؟ أهذا هو دين إبراهيم الخليل عليه السلام؟ تعلمون والله ما قومكم على دين ولقد أخطأوا الحجة وتركوا دين إبراهيم يا قوم التمسوا لأنفسكم الدين الحق فإننا إلى الله عائدون صدقت يا ورقة والله لقد تبدل الحال وحرف الدين وما بقي من شريعة إبراهيم عليه السلام إلا الشيء القليل أخفض أصواتكم حتى لا يسمعنا هؤلاء العوام فأنتم تعلمون كم عظمت هذه الأصنام في قلوبهم لا والله يا عثمان لا أخفض صوتي فنحن على الحق وهم على باطل فمنذ متى وصوت الباطل يعلو وصوت الحق يدنو ولكن صوت الحق لم يعد يسمع يا زيد ما بقي أحد من هؤلاء على ملة إبراهيم فأنت تعلم بأن أقوالنا فيهم غير مسموعة ولا لدعوتنا إجابة وهل سنقبل بذلك يا ابن نوفل؟ وما عسانا أن نفعل؟ نتحرك فأرض الله واسعة فلنذهب نتلمس دين الله في مكان آخر وأي مكان هذا الذي نجد فيه الدين الحنيف؟ العراق مثلا أو نترك مكة يا عثمان؟ نترك مكة ولما لا؟ فنحن لا نبحث إلا عن الحق هذا هو رجاؤنا ومبتغانا صدقت والتشهد الآن بأني آت معك حيث تذهب فوالله إن نفسي تأبى ما آراه يفعل في بيت الله الحرام السلام عليك أيها القص عليك السلام خيرا لقد نفد منا الماء وأردنا أن نستزيد منكم فهل لا أمدتمون بالماء؟ تفضله على الرحب والسعة يا غلام فلتملأ دلوا كبيرا بالماء فلتأخذه وتذهب به للخارج فاسق الخيل حتى الامتلاء ثم لتعود سريعا لكي نضيف المسافرين ونكرمهم من أين أنت يا صاحب البعير؟ من بيت إبراهيم الخليل بيت إبراهيم أنتم من قريش إذن؟ نعم نحن من عرب مكة ونحن سادة في قومنا حياكم الرب وما تتلمس في سفرك هذا؟ أتلمس الدين ذلك الذي تغير وتبدل وساده الشرك إذن ارجع من حيث أتيت فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك وكيف هذا أيها القصص؟ إنه نبي آخر الزمان قد ظهرت علاماته وإنه سيظهر بجوار بيت إبراهيم وسيمح الله به رجس الشرك ويطهر به البيت الحرام أو قريب هذا؟ العلم عند الرب ولكن العلامات قد ظهرت وكل شيء بأمره ولا يعلم الغيب إلا هو أسمعت يا عبد العزة بما قاله ورقة بن نوفر بالأمس؟ وماذا قال هذا النصراني؟ لقد راح يعيد قوله من جديد عن ملة إبراهيم وآله من الأنبياء إسماعيل وإسحاق وموسى وعيسى ذلك الكلام الذي هو في التوراة والإنجيل والذي سمعناه من قبل من يهود يثرب ألا يتوقف هذا الشيخ المخرف عن قوله؟ إلى متى يتحدث بين الناس بمثل هذا الحديث؟ ألا يعرف أنه بهذا القول قد أساء لله والعزة وبقي آلهة قريش ألا يوجد راضع له؟ ولم الغضب يا صديقي؟ فكلامه لا تأثير له وبعض الناس يستمعون له للاستهزاء والسخرية لا أكثر لا يا شعب إن قول هذا الرجل قد يفسد علينا ديننا ويجب علينا أن لا نسمح له بذلك فهذا لم يعد قوله وحده إنما هو قول أصحاب ورقة جميعاً بل هناك ولد هاشم وسيد قريش أيضاً أتقصد عبد المطلب؟ ومن غيره؟ نحن نعلم عنه ذلك منذ زمن بعيد بل ولقد تبعه من أبنائه عبد الله وأبو طالب هم حنفاء دون أن يصرحوا إنهم لا يسجدون لآلهتنا بل يقولون لا نسجد إلا للإله الواحد رب العالمين لا عليك ببني هاشم سيكفيهم أبو لهب فما داموا لم يصرحوا فلا خوف منهم إنما الخوف من ورقة ومن معه فهم كثير الثرثرة ولا يؤمن شرهم وماذا ترى يا عبد العزة؟ لا أرى إلا أن نرهبهم حتى ينتهوا عن هذا القول ويلزموا بيوتهم فلا دعوة في قريش إلا للات والعزة وهبل وكل آلهتنا العوالي نعم الرأي ما قلت ووالله لنفعلن ذلك ولنوقف دعوة الأحناف ولنضى ألسنتهم في أفواههم فلا يقول إلا بما نرضى ظلت قريش لسنوات تسبح في جهبها حروب يأكل فيها القوي الضعيف راح قريش تضيق الخلاق على ورقة بن نوفا ومن معه وكل من شعروا بأنه من الحنفاء فنجحوا فيما سعوله فلقد كان الحنفاء قلة لا حيلة لهم وكان المشركون كثرة أولي بأس شديد وظل الحال هكذا حتى بعث الله رسالته إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وآله فكان ورقة بن نوفا أول من آمن به وبرسالته وساعد بأن الله قد أمد في عمره حتى رأى بعينيه نبي آخر الزمان إلا أنه لم يلبث طويلا حتى توفاه الله وهو غاض عنه فما كان لعبد أن يحيى باحثا عن دين الحق إلا وقد شمله الله برعايته وعظيم رحمته هكذا أرد الله أن تقر عين ورقة بن نوفا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء فهو العليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بسم الله الذين اشتهر عنهم الإنفاق في السراء والضراء بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم السلام عليكم يا جدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اليوم؟ بخير والحمد لله يا جدي ولكن كما هي العادة أردنا سؤالك عن شيء مهم وكم أنا سعيد بذلك فلتسأل ما شئتما أردت أن أعرف أكثر عن الصدقة يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون كل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ صدق الله العظيم هكذا بيّن الله عز وجل لعباده أن الأقربين هم أولى بالصدقات ولكنه لم يجعل كل الصدقة فيهم فجعل منها لليتامى ومنها للمساكين ومنها لابن السبيل بل وجعل الله الأمر عاما حينما أبلغنا بأن أي خير يفعله العبد فإن الله به عليم ولكي نرى نموزجا لهذا الحال فسأقص عليكم قصة أحد التابعين وهو رجل صالح يدعى أبا نصر الصياد ومن هو أبو نصر هذا يا جدي؟ سأحكي لكم عن قصته في بلدة من بلاد الله عاش رجل يدعى أبا نصر الصياد عرف عنه حسن الأخلاق والقرم رغم الحاجة كان أبو نصر يعيش مع زوجته وابنه في فقر شديد ضاق الحال عليه فمشى في الطريق ذات يوم مهموما مغموما لا يعرف إلى أين يذهب ظل كذلك حتى وجد قدميه تأخذاه إلى بيت شيخه الشيخ أحمد بن مسكين وما أن طرق الباب حتى فتح له الشيخ فألقى أبو نصر السلام قائلا السلام عليكم يا شيخي عليك السلام والرحمة يا أبا نصر تفضل كيف حالك يا أبا نصر وكيف حال زوجاتك وأولادك الحمد لله يا شيخي ولكن الحمل ثقيل تحدث يا أبا نصر لعل الله يفرج عنك قربك أنا متعب يا سيدي ولقد ثقلت علي همومي الرزق بات شحيحا ووالله ما أنا بصاخط ولا كاره إلا أن زوجتي وأولادي ليس لهم قدرة على تحمل العوز مثلي وهذا ما يؤرقني لا تحزن يا أبا نصر إنما هو اختبار وتمحيص من الله عز وجل لعباده المخلصين ولكني سأوصيك بشيء إن تفعله يفتح الله عليك باب رزقه إن شاء الله أوصني يا شيخي أوصني ولك الأجر عند الله لا تبدأ صيدك قبل أن تسمي الله ثم تصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة ثم اسأل الله الرزق الطيب والبركة فيه وإن شاء الله يفتح الله لك باب رزقه ويرزقك من حيث لا تحتسب إنه هو الرزاق العليم جزاك الله خيرا يا شيخي سأفعل إن شاء الله بسم الله والحمد لله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله رزقك اليوم عظيم يا أبا نصر بارك الله لك فيه الحمد لله على عطاياه إنه هو الرزاق الكريم بكم تبيع سمكتك هذه يا أبا نصر بكم درهم تريدها أنت سأعطيك عجرة دراهم فهل رضيت؟ رضيت والحمد لله بارك الله لك فيها السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله هلأ أعطيتني فطيرتين إحداهما باللحم والأخرى بالحلوة لك ما شئت اجلس قليلا حتى أعدها لك كم سعر الفطيرتين؟ عشرة دراهم تفضل وجزاك الله خيراً السلام عليكم يا شيخي وعليكم السلام يا أبا نصر تفضل لا بل جئتك لأعطيك هذه الفطيرة وأرجو أن تقبلها مني هي لك يا أبا نصر بارك الله لك في رزقك اذهب يا أبا نصر لبيتك وأكثر من الصدقات فإنها المنجيات في الدنيا وفي الآخرة لا تنسى وصيتي لك أبداً حتى يديم الله عليك رزقه وبركته جزاك الله خيراً يا شيخي ووالله لم ولن أنسى وصيتك ما حيت ما بك يا أمت الله هل أصابك شيء؟ والله لقد مستنا الدر فحالنا كما ترى جائعة أنا وابني وليس لنا أحد يرؤف بنا إلا الله ونحن على هذا الحال منذ الصباح لم تنزل لقمة واحدة في أجوافنا وكأن الناس قد قصد قلوبها لا والله يا أمت الله فما زال الخير في الناس إلى يوم الدين خذي خذي يا أمت الله هذه لك وهذه لابنك فكلي وحمد الله فإن الله ليس بغافل عن عباده إنه هو الرزاق الكريم بارك الله لك في رزقك وأغناك من فضله وأعطاك من حيث لا تدري السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله حمد لله على سلامتك يا زوجي سلمك الله يا سمية كيف كان رزقك اليوم؟ كان فضل الله علي عظيما اليوم يا سمية فلقد وفقني بفضله أن أطعم أفواها جائعة لا معين لها كانت تبكي من الجوع فوالله ما شعرت بسعادة مثل ما شعرت اليوم عن من تتحدث يا أبا نصر؟ عن امرأة مسكينة كانت تستظل تحت شجرة وولدها يبكي من الجوع فأعطيتها ما رزقني الله به عسى الله أن يغفر بهذا الفعل عظيم ذنوبنا ويوسع لنا أرزاقنا أولم تبقي لنا شيئا مما رزقت؟ أولم يبقى بالبيت شيء نطعمه اليوم؟ والله ما بقي هنا إلا كسرة خبز يابسة وقليل من زيت وملح إذن فجهز ما أنعم الله به علينا فلنأكل ونحمد الله وندعوه أن يتقبل منا صالح أعمالنا إنه هو البر التواب الغفور الرحيم لك ما شئت يا زوجي والحمد لله على كل حال يا أبا نصر يا أبا نصر من؟ من بالباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا عبد الله هل أنت أبو نصر الصياد؟ نعم أنا هو خيرا إن شاء الله كل الخير إن شاء الله فأنت لك أمانة عميبا وحان وقت رد الأمانة ماذا؟ كيف يكون لي أمانة عندك؟ وأنا لا أعرفك وهذه هي المرة الأولى التي أراك فيها لا تتعجل يا أبا نصر فسأغبرك بكل شيء لقد أقردني أبوك مالا منذ عشرين سنة ثم مات ولم يسعني أن أرد له دينه كل هذه الأعوام فرحت أسأل عنه فقالوا إنه مات وإنك وريثه الوحيد فخذ يا أبا نصر هذا المال فهو مالك ومال أبيك أدعو لي أن يغفر الله لي تأخري عن سد الدين غفر الله لك يا عبد الله وجزاك الله خيرا على أمانتك وصدقك أتركك على خير في أمان الله يا أبا نصر وهذه كانت قصة أبي نصر الصياد وكيف أبدل الله رزقه وضاعف له أجره إنه هو المتفضل على عباده وهو الرزاق ذو القوة المتين كم هي قصة جميلة يا جدي إذن هل أجبتك على ما كان يدور برأسك؟ نعم يا جدي عرفت قدر إخراج الصداقة عند الله وأرجو أن لا أنسى هذا الدرس أبدا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في فجر الإسلام برز للدين رجال عملوا على حمل الرسالة بقوة وعزيمة سعوا لنشر الدعوة بين الناس وتصحيح ما فسد من عقيدة ومن هؤلاء الرجال شاب فتي من يثرب وهو صحابي جليل يقال له معاذ بن جبل السلام عليكم يا جدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف كانت نزهتكم اليوم؟ ما أجملها من نزهة ولكنها ليست أجمل من حكاياتك وعن ماذا كنتم تتحدثون؟ كنت أنا ومي نتحدث في أمر وأردنا أن نسمع منك ونستفيد في هذا الأمر وهذا رأي حسن ولنا في السابقين عبرة هذا ما سأحكي لكم عنه اليوم أخبرنا يا جدي ما قصة اليوم؟ قصتنا اليوم عن أحد شباب يثرب الأذكياء قصتنا اليوم عن أجمل شباب يثرب عن معاذ بن جبل هو معاذ بن جبل ابن عمر ابن أوسن الأنصاري الخزرجي المدني كان معاذ شابا طويلا أبيض وضيء الوجه أكحل العينين جميلا سمحا من خير شباب قومه أسلم معاذ وهو في عمر الثامنة عشرة وكان من الرجال السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية مع الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معاذ شابا يملأه الحماس لدين الله وتدفعه الغيرة على دينه نحو الإقدام على المخاطر دون خوف من العواقب وبعد أن أسلم بعض من شباب يثرب شعر معاذ بأن من الواجب عليه أن يفعل شيئا يخدم به دينه فعزم هو وبعض شباب المسلمين على أمر حير به عقول المشركين وجعلهم يسألون بعضهم البعض أسمعت بما يحدث في يثرب هذه الأيام؟ عن أي أمر تتحدث يا رجل؟ عن تحطيم بعض تماثيل الآلهة الذي يحدث من وقت لآخر في أماكن وبيوت كثيرة في يثرب نعم سمعت ولكنني كنت أظنها مجرد أقاويل يتم تداولها بين الناس لقد شاهدت هذا بنفسي شاهدته في أكثر من بيت ومع أكثر من صمم شاهدت ماذا؟ أخبرني شاهدت رجلا يندب حظه خائفا وهو يخرج تمثالا مهشما كان قد وضعه أمام حديقته وآخر على نفس الحال يخرج تمثالا آخر من بيته وجميعهم خائفون لا يعرفون ما الذي حدث لآلهتهم غريب هذا الأمر ولم يعرف بعد من الفعل؟ لا، ولكن البعض يتحدث عن لعنة من الآلهة قد حلت بيثرب ولا خلاص منها عن أي لعنة تتحدث يا رجل؟ دعك من هذا الهراء فإنه أمر دبر بليل ولا بد أن نعرف فاعله في وقت قريب هذا هو سفير رسول الله يا أبي إنه مصعب بن عمير ذلك الذي حدثتك عنه جاءك يعرض عليك الدخول في الإسلام لتكون من السابقين الأولين فاسمع له يا أبي عسى أن يشرح الله صدرك للإسلام ويهديك إلى صراطه المستقيم راح مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام يحدث عمر بن الجموح عن الإسلام والإيمان بالله ونور النبي العربي الذي بزغ في مكة فانشرح قلب عمر إلا أنه لم يجرؤ على إعلان إسلامه إن كلامك طيب يا مصاب ولكن دعني أستشير منافى أولا والنرى إلى أي شيء سيهديني ولكن منافى هذا مجرد صمم لا يضر ولا ينفع وسؤاله لن يفيدك شيئا هذا هو شرطي فدعني الآن لك ما أردت يا أبي استشر ما شئت وأنا سأسأل الله أن يهديك إلى طريق الحق يا مناف تعلم أنني ما كنت يوما أستشير غيرك ولقد سمعت قول مصعب بن عمير وإني وجدت له هوا في نفسي فأرشدني إلى الطريق الصحيح فليس لي غيرك مرشدا أعرف أنك غاضب مني ولكن هل لا أرسلت لي إشارة يا شباب الإسلام لقد نجحنا فيما قد عزمنا عليه فتزعزعت هيبة الأصنام في قلوب أهل يثرب ولكننا لم ننتهي وماذا ترى يا معاذ أرى بأن نكمل على نفس المنوال دون ملل فكل واحد منكم موكل بأهل بيته أما أنا ومعوذ فموكلان بأبيه عمر بن الجموح نعم وذلك لإصلة القرابة بيننا الله الموثق والمستعان أرجو أن يوفقنا الله لما فيه الخير وأن يجعلنا سببا في هداية أبيه راح معاذ بن جبل ومن معه من شباب المسلمين في يثرب يكملون خطتهم في كسر هيبة الأصنام أمام أهل يثرب فمصعب يدعو الناس نهارا ومعاذ ومن معه يهينون الأصنام ليلا ظلوا على هذا الحال حتى بدأت قناعات أهل يثرب نحو آلهاتهم المزعومة تتساقط فراحت الآذان تستمع لقول سفير الإسلام مصعب بن عمير فهدى الله به الكثير من أهل يثرب كيف حال أبيك اليوم؟ ليس على خير يا مصعب فما زال ينتظر الرد من إلهه مناف يا له من أمر مخزن أفبعد أن رأاه ملقا مرة تلو الأخرى بلا حول ولا قوة لم يدفعه هذا الفعل للتفكير؟ أين عقل أبيك يا معوذ؟ أدعو الله أن يهديه وينير له بصيرته فإن أبي رجل محب للخير ووالله والله إني لأراه على أعتاب الإسلام إذن لابد لنا من ضربة موجعة لابد أن يصدم هذه المرة وكيف ذلك يا معوذ؟ سأخبرك فهذه المرة لن يخيب مسعانة كم أرجو ذلك يا معوذ؟ كم أرجو ذلك؟ لا تقلق يا معوذ فقد علمنا رسولنا الكريم بأن الإسلام دعوة لا إجبار فما علينا إلا أن ندعو ونأخذ بالأسباب وأما الهداية فهي من عند الله راح عمر بن الجموح يبحث في كل مكان عن مناف حتى هداه سعيه إلى حفرة في أرض فضاء بالقرب من بستانه اقترب من الحفرة وراح ينظر أهذا أنت يا مناف؟ هنا في هذه الحفرة القذر والله إني برأت من عبادتك وعبادة كافة الأصنام ونفضت عني إثم الجاهلية ووجهت وجهي لله رب العالمين فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أسلم عمر بن الجموح وحسن إسلامه كما أسلم كل أهل يثرب بعد ذلك وتحول اسم مدينتهم من يثرب إلى المدينة بعد قدوم رسول الله إليها فكان لمعاذ ومن معه من شباب المسلمين الدور الأكبر في تمهيد المدينة لاستقبال رسول الله ونصرة دينه هذه كانت قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه قصة شاب ملئ بالحماسة لم يرضى لنفسه ولا لبلده ولا لأهله أن تبقى في الظلام فيليت الشباب يقتدون به وبما كان عليه حقا يا جدي إنها قصة فيها الكثير من العبر وماذا فعل معاذ بعد ذلك وكيف كانت حياته شهد معاذ بدرا وأحدا والمشاهد كلها ثم ابتعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلم الناس القرآن الكريم وأمور دينهم وأيضا ليقبض منهم الصدقات فأوفى بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له ثم عاد إلى المدينة مجددا بعد علمه بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات بعد ذلك في طاعون الشام الذي مات به الكثير من المسلمين فالله مرضى عنه وارفع له درجته جزاء بما قدمه لنصرة دين الله بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حبيب الرحمن المبعوث رحمة للعالمين في كتاب الله العزيز يخبرنا الله في قصصه بألا ييأس العبد من فضل الله ورحمته وأن يتوجه لله بالدعاء في كل وقت وحين فالله يحب دعوة العبد الصادق وإن بدت دعوته دربا من المستحيل هكذا تخبرنا قصة نبي الله زكريا عليه السلام حينما دعا ربه بالولد الصالح فاستجاب الله له ما بك يا جام في الحقيقة أشعر بهم كبير فوق صدري صالح أكاد أن أخطنق منه ولا أجد كلمات تعبر عما بدخلي من هم وحزن خيرا إن شاء الله ماذا حدث؟ أخبرني هو نفس الأمر الذي حدثتك به سابقا يا صالح فأنا متزوج كما تعلم منذ أكثر من عشر سنوات ولم يرد الله أن يرزقني بالذرية قد أشعر بضيق في بعض الوقت من هذا الحال فنحن بشر ولا حيلة لنا في قلوبنا ولكن ما يزيد همي هو حال زوجتي إن حالتها النفسية تسوء يوما بعد يوم ولا شيء بيدي ألم يأتي العلاج بنتيجة بعد؟ لا وهذا ما يزيد حزني وحزنها فكلما مر بجوارنا صبي أو صبية رأيت في عينيها حزنا دفينا أكثر من المحاولات يا هشام عسى الله أن يكتب لك الفرج القريب إنه أمر شديد على النفس يا صالح فبالله عليك دلني ماذا أفعل؟ الأمل في الله لا ينقطع أبدا إنما كل شيء بميقات معلوم في لوح الله المحفوظ فهو المدبر لعباده وهو العليم الحكيم ولنا في أمر زكريا عليه السلام مع ربه سبحانه وتعالى عظة وعبرة قصة لها مغزى وأمر يستحق التدبر يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين صدق الله العظيم فرزقه الله بيحيا هكذا يكون عطاء الله لعباده الصابرين كان نبي الله زكريا عليه السلام من كبار عباد بني إسرائيل فقضى حياته ما بين عبادة لله ودعوة لبني إسرائيل وتذكيرهم بأوامر الله ونواهيه وكان زكريا هو من وقع عليه الاختيار من ربه بأن يكفل السيدة العذراء مريم ابنة عمران عليهم السلام مرت السنوات بزكريا دون أن يرزقه الله الذرية فلما شعر زكريا بضعف الجسد واقتراب الأجل وقلة الحيلة راح يناجي ربه أن يرزقه من فضله فدخل صومعته وراح يتعبد وهناك دعا زكريا ربه أسمعت بأمر مريم ابنة عمران وشأنها مع زكريا؟ عن أي أمر تتحدث يا رجل؟ فأخبار آل عمران كثيرة سمعت بأن زكريا كان كلما دخل على مريم محرابها وجد عندها طعاما مختلفا ألوانه ها؟ كيف هذا؟ أهذا قول يعقل يا رجل؟ بل إنه كلما سألها من أين لك هذا يا مريم؟ قالت هو من عند الله فيذهب ثم يأتيها في اليوم التالي فيجد طعاما آخر غير الذي كان لها بالأمس إنه لقول عجيب ولكننا لم نعهد على زكريا الكذب قط فإننا قد عشنا معه سنوات ونعرف خلقه جيدا إذن أنت تصدق قول زكريا في أمر مريم ابنة عمران ولما لا يا رجل؟ فآل عمران قوم مباركون أوليس منهم الأنبياء والصالحون؟ فما العجب إذن؟ ربما ما يقوله قد حدث بالفعل ونعم بالله يا صاحبي إلا أنني لا أتقبل هذا الأمر ولكن من يعلم ربما تكون آية من آيات الله هي كذلك يا رجل هي كذلك راح الناس يتناولون آيات الله في آل عمران فمنهم المصدقون ومنهم المكذبون فما لآل عمران من فضل لهو الشيء العظيم فكان آل عمران هم خواص بني إسرائيل فكثرت آيات الله فيهم ليجعلهم الله باب هداية لقوم ضالين فما وجدوا من بني إسرائيل إلا البغضاء والمحاربة ولم ينصرهم إلا القليل السلام عليكم معشر يهود وعليكم السلام يا صدوق كيف حال حخامات يهود اليوم؟ على أفضل حال يا صدوق تقدم يا رجل وأخبرنا أخبركم بماذا يا إسحاق؟ بأخبار آل عمران وأحداثهم أما زال زكريا يتحدث بين الناس عن المائدة التي تتنزل على مريم من السماء كل يوم؟ أما زال يدعي هذه الآيات والكرامات لابنة عمران؟ بل لقد جدد حديثه هذه المرة وألف قولا جديدا حتى لا يمل العامة من حديثه وماذا قال زكريا هذه المرة يا طورا؟ فأقواله جميعها تدعو للسخرية يدعي بأن الله قد أوحى له بأن لا يكلم الناس ثلاث ليالي ثلاث ليالي؟ ولم ثلاث ليالي؟ قال إنها آية الرب له ليهبه غلاما يكون وريثه ووريث آل يعقوب ما زال زكريا يظن بأن الله رازقه النبوة هو وذريته ألن يتوقف هذا الراهب عن هذه الدعوات الكاذبة؟ منذ أن تكفل زكريا بماريا مبنة عمران وهو يدعو الرب لكي يرزقه بالولد الصالح ألا يدرك زكريا بأنه أصبح كهلا وأن زوجته عاقر فكيف يستجاب له؟ فلو أن الله أراد له الولد لرزقه في شبابه كما رزقنا نحن أحبار بني إسرائيل صدقت يا إسحاق الأمر واضح وجلي إلا أن زكريا لا يريد أن يحدث به نفسه سيبقى زمام بني إسرائيل في أيدينا نحن أحبار يهود نحن من نحرك العوام حيث ما شئنا لا هو ولا من على شكلته من آل عمران إذن فلنجلس ونشاهد وعد الرب لزكريا أهو قادم حقا أم هي هواجس شيطانية تجداح عقل زكريا راح زكريا يدعو ربه بالغداة والعشي يرجو فضله حتى بشره الله عز وجل بالولد الصالح كما ورد في كتابه العزيز بقوله بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم فكان يحيى نبيا من أنبياء بني إسرائيل وهو الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى فقال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم كان يحيى سندا وعزوة لأبيه وتحقيقا لوعد الله هكذا أراد الله أن يضرب الأمثال للناس حتى لا ينال اليأس من قلوبهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وهكذا يرزق الله عباده بالذرية الصالحة عندما يشاء يا ليت هشام يدرك ذلك هذا دورك فالصديق دوما هو العون والسند فكله سندا حتى يجتاز هذا الحزن سأفعل يا أبي سأفعل إن شاء الله وآخر القول أوصه بأن يكثر من الاستغفار بقلبه قبل لسانه عسى الله أن يغفر له ويرزقه بما يريد وذلك تصديقا لقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عيصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لذنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أنعم الله علينا بكافة أشكال النعم فضلا منه سبحانه لا استحقاقا لنا فواجب علينا أن نعرف عظيم فضل الله علينا حتى يحفظنا الله بحفظه ويديم نعمته علينا أعلمت يا أبي بما فعله نادر؟ خيرا إن شاء الله لقد قرر أن يتبرع بجزء كبير من ملابسه لبنك الملابس بنك الملابس؟ نعم نعم سمعت عنه بل وقرأت إعلانا لهم منذ أيام هذه فكرة جيدة وبها من الخير الكثير أحسنت يا نادر أحسنت جزاك الله خيرا على فعلك هذا أشكرك يا أبي فهذا ما تعلمناه منكم أنت وأمي وجدي هذا تصرف جيد منك وهو فعل حسن به نشكر الله على نعمه وبه تحفظ به نعمة الله عليك كيف هذا يا جدي؟ لله أنعم كثيرة علينا فضل منه على عباده ومن موجبات حفظ النعم أن نشكره عليها ونخرج للفقير منها لا أن نجحد نعمة الله وفضله علينا بالعطاء كما فعل بلعام بن باعراء ومن هو بلعام يا جدي؟ سأخبرك بقصته عسى أن تكون عبرة واعظة كان بالعام بن باعراء رجلا عابدا من أهل كنعان وكان قد تعلم العلم على يد نبي الله موسى في صغره فراح يتعبد بما تعلمه حتى فتح الله عليه بفضله وجعله ممن يعرفون اسمه الأعظم الذي إذا دعي به استجاب وكم هو من عطاء عظيم يا بالعام نحن قومك ولنا عليك حق وقد علمنا أن دعوتك لا ترد فكيف ترفض أن تدعو على هؤلاء القوم الذين هم أعداؤك وأعداؤنا ولا تدعو لقومك من الكنعانيين والله ما كنت لأدعو على قوم كان بهم نبي الله موسى ولا أخون فضله عليه إنه فضل الله ولا يغفل فضل الله إلا القوم الظالمون وقومك يا بالعام هل تقبل أن يصيبهم الشر؟ ليس لي يد في ذلك فلله الأمر من قبل ومن بعد ووالله لو فعلت ما تأمرونني به لخسرت الدنيا والآخرة إن أردت المال أغنيناك وإن أردت السلطة جعلتك وزيري وخليفتي من بعدي وإن أردت النساء زوجناك بأجمل نساء كنعان فقل ماذا تريد يا بالعام؟ والله ما أردت إلا رضا ربي فاتركوني وشأني ولا تفتنوني اذهبوا اذهبوا تعرفون يا سادة كنعان أنني ما جمعتكم اليوم إلا للحديث عن أمر بالعام ابن باعراء فلقد رأيتم تنصله منا ومن واجبه نحو قومه وها أنا أجمعكم اليوم لأعرف رأيكم في هذا الشأن آه لقد حاولنا معه كثيرا يا سيدي ولا فائدة من محاولتنا تلك فهو يرفض بشكل قاطع في كل مرة ولا أرى سبيلا معه سواء نتركه وشأنه لقد تغير بالعام كثيرا منذ أن تعلم على يد موسى أظن أنه لا رجع منه سيدي بلق اسمح لي بأن أقترح عليكم أمرا عسى أن يكون فيه الخير لنا تحدث يا جابخ لقد حاولنا معه كثيرا فلم يستجب وأنا أرى بأنه لا طريقة لاستجابته سواء نوقعه في الفتنة واضح يا جابخ ما الذي يدور برأسك تعرفون أن بالعام رجل وحيد بالأمرأة ونحن نعلم كيف يكون وقع فتنة النساء على من هم مثله أتقصد أن نرسل لهم رأة لفتنة؟ وأي رأة سيدي بلق إنها أجمل نسائك عام تذهب له بهدايا كثيرة وتحدثه بنفس حديثنا بأن تطلب منه أن يدعو على بني إسرائيل فلا تعود من عنده إلا وقد نالت ما أرادت وحينها يكون قد خرج من عباءة الزهد التي يرتديها ومن ثم يكون طوى أمرنا قول حسن يا جابخ لك عقل شيطان أحسنت الرأي يا رجل هذا هو القول الفصل ولا قول غيره إذن فلنبدأ من الآن فالأعداء من بني إسرائيل على الأبواب ولا وقت لدينا أفلح سادتك نعان في مسعاه فسقط بالعام في الخطيئة وفتن شرفتنا ولم يحفظ نعمة الله عليه فأصبح للظالمين نصيرا ولما أيقن بالعام أنه لا عودة لمكان راح يكمل ما بدأ فاستجاب لكيد قومه ومن ضمم إلى حزبهم فخسر الدنيا والآخرة ما أجمل رجاحة عقلك الذي هداك لهذا يا جامخ لقد وقع بالعام في شرك لا مخرج منه وأصبح طيعا لكل ما يملأ عليه من كان يظن بأن بالعام قد يتغير بهذا الشكل النساء يا عزيزي صفور النساء لقد أذهبت جميلة كنعان عقل بالعام نشكر آلهتنا التي وفقتنا لذلك والآن يجب علينا أن نأخذ خطوة أكبر وما هي يا جامخ؟ أن يكون دعاء بالعام باللعن فوق الروس أعدائنا وكيف يكون ذلك؟ أن يذهب بالعام إلى الجبل الذي يعسكرون عنده ويدعو عليهم باللعنات نعم الرأي يا جامخ وحينها تسقط عليهم اللعنات فلا يبقى منهم أحد تماماً إلى أين أنت ذاهب يا بالعام؟ هل نسيت ربك؟ كفاك يا بالعام وعد من حيث أتيت لا ليس بكاف ليس بكاف لقد عقدت النية ولا رجعة فيما عزمت علي لك ما شئت يا بالعام لك ما شئت مرحباً بوزيري وخليفتي من بعدي مرحب سيد ولدك نعان المبارك مستجاب الدعاء ها هم رجال بني إسرائيل أنزل لعناتك عليهم يا بالعام فلا تبقي منهم أحداً حسناً سأفعل بدأ بالعام بالدعاء على موسى عليه السلام ومن معه فما كان يدعو الدعاء بالشر حتى يرد ذلك الدعاء عليه وعلى الكنعانيين وما كان يدعو للكنعانيين بخير إلا وانصرف ذلك الدعاء لبني إسرائيل استنقر قومه ما فعله فكيف يدعو عليهم بعد أن وعدهم بأن يدعو على موسى ومن معه لعلمهم بأنه مجاب الدعوة أجابهم بالعام بأنه لا حيلة بيده فهذا كل ما يملكه وحينها أدرك بالعام بأنه خسر الدنيا والآخرة ما الذي حدث لك يا بالعام؟ أي لعنة تلك التي حلت بك؟ لقد دعوت علينا لا عليهم لقد عقد لسانك وتبدلت الدعوات ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة فلم يبقى إلا المكر والحيلة للانتصار على موسى ومن معه وكيف يكون ذلك يا بالعام؟ كما كدتم لي سأكيد لهم النساء يا جامخ النساء ولا شيء آخر أمر بالعام قومه بأن يزينوا النساء ويجملوهن ويخرجوهن إلى معسكر بني إسرائيل وأن يحملوهن بضاعة ليبيعوها لهم في معسكراتهم وأن يأمروهن بألا يمتنعن إذا ما طلبهن أحد من رجال بني إسرائيل لأنه إذا زنى أحد من الجنود فقد انتهى أمرهم وكف شرهم عن الكنعانيين وسيعاقبون من الله عز وجل فكان له ما أراد ووقع الكثير من الجنود في الفتنة فحل بهم غضب الله وتأخر نصر الله لهم أترى هذا الرجل؟ نعم أراه ما به إنه بالعام بن باعراء رأس النفاق أهذا من فتن بني إسرائيل بالنساء؟ نعم هو بعد أن أنزل الله سخطه وغضبه عليه إذن والله ما نجوت إذا نجى موته أو موتي قتلت رأس النفاق قتلته بحربتي هكذا كانت خاتمة بالعام بن باعراء ذلك الرجل الذي لم يراعي نعمة الله عليه ولم يؤدي شكرها فأبدله الله بعد إيمانه كفرا ذلك جزاء له ولا يظلم ربك أحدا ولكن الناس لأنفسهم يظلمون ولكن لما تبدل حال بالعام من مؤمن حافظا للنعمة إلى كافر بفضل الله ونعمه؟ فتنه الشيطان وغلبته نفسه فالإنسان منا له عدوان يتربصان به بالليل وبالنهار نفسه وشيطانه فإن غلبهما صار مؤمنا قويا عارفا بالله وبحقه عليه وإذا غلباه صارك بالعام بن باعراء بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لم يخل تاريخ المسلمين من الرموز اللامعة والنجوم الصاطعة أولئك الذين قال الله فيهم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم واليوم لنا حديث عن أحد هؤلاء الرجال إنه المقداد بن عمر الكندي أريد أن أسألك سؤالاً يا زوجة عمي بكل سرور تفضل يا نادر هل تعرفين أسماء كل الصحابة؟ بالطبع لا من الصعب أن يحصيهم أحد ولكن لما سؤالك؟ لأنني قرأت اليوم عن اسم صحابي ولم أكن قد سمعت عنه من قبل من هو هذا الصحابي؟ اسمه المقداد بن الأسود ويدعى أيضاً المقداد بن عمر فلم أعرف حينها ما هو اسمه الحقيقي وما هي قصته كلاهما صحيح ولكن الأصح هو المقداد بن عمر ذلك لقول الله عز وجل في هذا الشأن أدعوهم لآبائهم فمن بعد نزول هذه الآية الكريمة لم ينادى المقداد بين المسلمين إلا بالمقداد بن عمر وذلك حتى توفاه الله إذن فما قصته يا جدي؟ سأحكي لقما فأنصتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم قيل يا رسول الله سمهم لنا قال علي منهم يقول ذلك ثلاث مرات وأبو ذر والمقداد وسلمان أمرني الله بحبهم وأخبرني أنه يحبهم أهلا بك أيها العربي أهلا بكما وطاب صباحكما من أين الرجل؟ من مكة قراشي أنت؟ كندي ولكني من أهل مكة يبدو أن لك قصة وما عليكما بقصتي؟ إذن دعك من قصتك أقول لنا فيما سفرك ولما أتيت يثرب؟ وهل لك حاجة نقضيها لك؟ أتيت هنا إلى يثرب للقاء صديق قديم ولكن من أنتما؟ نحن اثنان من أحبار يهود نساعد ابن السبيل من مسافر الشمال والجنوب نهديهم طريقهم ولا نفعل ذلك إلا طواعية حفظتكم الآلهة وباركتكم يا أخ العرب ليس هناك آلهة إنما هو إله واحد لا معبود سواه إله واحد؟ وإن إن شاء الله من أتباع نبي آخر الزمان الذي سيظهر قريبا أهو هناك نبي سيظهر في جزيرة العرب؟ نعم ويفتح الله عليه ويمكنه في الأرض وسعيد من يتبعه وينصره ويكون من خصته هذا كلام لم أسمع به من قبل ولكني لا أكذبه فلقد فسدت البلاد والعباد ولا مخرج من ذلك إلا بما قلتم ووالذي رفع السماء إبعثه الباعث وأنا حي بين الناس أسير على قدمي لكنت أول من يؤمن به وأول من يناصره بوركت أيها العربي بوركت ونسأل لك الرب السلامة ولما بعث الله رسوله بالحق كان المقداد بن عمر من أوائل من هداهم الله للحق فآمن برسول الله وكان من الأوائل الذين كان يجتمع بهم رسول الله في دار الأرقم بن أبي الأرقم ولكنه أخفى إيمانه عن سيده الأسود بن عبد يغوث شأنه في ذلك شأن بقية المستضعفين من المسلمين الذين كانوا تحت قبضة قريش كيف حالك يا مقداد؟ وكيف حال مكة؟ أنا بخير والحمد لله أما مكة فقد أضاءت بنور الهدى يا أعرابي عن أي شيء تتحدث يا مقداد؟ عن النور الذي أهداه الله لنا عن الخلاص من الشرك والسوء والفحشاء عن الطهر والعفاف والشرف عن الإسلام ونبيه يا أعرابي هل آمنت بمحمد؟ هل أسلمت يا مقداد؟ نعم أسلمت ولكني لم أعلن إسلامي بعد فاكتم هذا السر يا أعرابي ولا تخبر به أحداً فلقد أمرنا رسول الله بأن لا نجاهر حتى يأذن الله له لك ما أردت يا مقداد ولكن أمر محمد أمر عظيم وسيملأ نبأه الأرض وقد يقلب قبائل العرب ضده فاحذر يا مقداد فأنت غريب في قريش ولا قبيلة لك ولا معين إنما قبيلتي وقبلتي هو الإسلام ومعيني هو الله عز وجل لا معين غيره وأسأل الله أن يحييني على الإسلام ويميتني عليه ويرزقني الشهادة في سبيله ووالله لإن يكن لهو الفوز العظيم أحسنت القول يا مقداد أحسنت القول يبدو أن قريشاً قد استعدت جيداً للحرب لقد أرسلت لنا قريش فلذات أجبادها لم تفعل ذلك من قبل إنما أرادوا أن يخيفون لم نحسب الأمر على هذا الحال ولم نعد العدة لهم والله إن الله لناصرنا على هؤلاء العزبة الباغية وهل لنا طاقة بهم اليوم إن فينا رسول الله وما كان الله ليغزي الرسول والذين آمنوا معه هكذا أخبرنا رسول الله صدقت يا رجل إن الله ناصرنا لا محالة كان للمقداد موقف لا ينسى أبداً ولا يسقط بالتقادم من ذاكرة المسلمين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بخروج قريش لمنع عيرهم فاستشار الناس وهذا مثلنا الأعلى فقد أرسى صلى الله عليه وسلم المعنى الحقيقي للقائد فقام أبو بكر وقال وقام عمر وقال ثم قام المقداد بن عمر وقال امدي يا رسول الله لما أراك الله فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ثم قال صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس والله ولكأنك تريدنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أجل يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخدته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا بقول المقداد وأثنى عليه ثم دعا له فكان نصر الله حليفا للمسلمين وهكذا كانت حياة المقداد بن عمر الكندي ما بين جهاد في سبيل نصرة الحق وعبادة وقول حسن بين الناس وزهد في الإمارة وسعي في الكد والاجتهاد وفي آخر عمر المقداد بن عمر قال له أحد التابعين وهو يتأمله بود وسرور طوبى لهاتين العينين التي رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا لو أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شاهدت والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقداد يوما إحدى الإمارات فلما رجع إلى المدينة سأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت الإمارة يا مقداد فأجاب قائلا لقد جعلتني أنظر إلى نفسي كما لو كنت فوق الناس وهم جميعا دوني وهو الذي بعثك بالحق لا أتأمرن على اثنين بعد اليوم أبدا فظل المقداد في المدينة ولم يبرحها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله سنة 33 من الهجرة فنعاه أهل المدينة وأثنوا عليه ثناء حسنا بما عرفوه منه من فروسية وعزة وعلو أخلاق هذه هي قصة المقداد بن عمر الكندي بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أنزل الله عز وجل في كتابه الحكيم الكثير من قصص الأولين حتى نتخذ منها العظة والعبرة ومن بين تلك القصص كانت قصة فتنة بني إسرائيل على يد السامري يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنا قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري صدق الله العظيم شغالني تفسير الآية وما هو المقصود بالفتنة هنا ولماذا أراد ربنا أن يفتن الناس وكيف تكون الفتنة عنوانا للصدق أو الكذب يبدو أن الأمر أصبح يستهويك وأصبحت تبحثين كثيرا في كتاب الله الفضل لك يا جدي إذن دعيني أخبرك قصة قبل أن أجيبك قصة؟ أي قصة يا جدي؟ إنها قصة السامري وعجل بني إسرائيل فاسمعي بقلبك وتدبر الأمر جيدا بقي بني إسرائيل تحت تعذيب وظلم فرعون وقتا طويلا فراح يستعبدهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم حتى أذن الله تعالى لموسى عليه السلام أن يبلغه بالنبوة والرسالة والدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد فلما رفض فرعون وطغى أهلكه الله تعالى هو وجيشه ثم أبدل الله حال بني إسرائيل من الخوف إلى الأمان فكان موسى بينهم حتى واعده ربه أربعين ليلة فانقطع فيها عن قومه لملاقات ربه فأنزل الله عليه التوراة ولما ذهب موسى وترك قومه استخلف عليهم أخاه هارون عليه السلام ليرعى شؤون القوم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فلما حضر موسى عليه السلام بين يدي ربه أنزل عليه التوراة مكتوبة في ألواح ثم أخبره الله عز وجل بأن قومه قد فتنوا من بعده فعبدوا العجل وأن الذي أضلهم رجل منهم يدعى السامري يا قوم لقد تركنا موسى ولم يخبرنا إلى أين ذهب ونحن هاهنا نريد أن نتعبد إلى الرب وإني أقسم بالذي رفع السماء بأنني قد أخذت أثرا من أثر جبريل فيه البركة والهدى فأعينوني يا بني إسرائيل على أن نجعل من هذا الأثر إلها نتعبد به ونتقرب به إلى الرب وكيف نفعل ذلك يا سامري نجمع الذهب الذي أتينا به من مصر ونصنع منه إلها وكيف هي هيئة هذا الإله يا سامري سيكون على هيئة عجل كعجل المصريين فأنتم تعرفون بأنني كنت نحاتا وأجيد هذه الصنعة ما هذا الكلام؟ أتريدنا أن نشرك بالله بعد أن نجانا من فرعون وبطشة؟ وهل نبتدع في أمرنا شيئا يا رجل سوى خصال السابقين؟ ألم تفعل كل الأقوام هذا الفعل من قبل؟ فلما لا يكون لنا أيضا إلها نراه ونحتفل به ويكون لنا مقربا للرب وماذا إن علم موسى سامري؟ ومن قال بأن موسى سيعود فها هو قد تركنا دون أن يبلغنا عن وجهته أطيعوني يا قوم فإني لكم ناصح أمين وسأبدأ بنفسي هذا هو ما كنسته من ذهب ألقيه أمامكم في هذا الوعاء فأروني ماذا أنتم صانعون لعجلكم العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يبدو أن السامرية سيصنع لنا إلها عظيما يبدو ذلك فكم هو ماهر في صناعة التماثيل ولكنه قد أخذ كل ما لدينا من الحلي والذهب الذي هربنا به من مصر فهل ترون أن الأمر يستحق؟ يستحق يا باروخ فلئن يكون لنا إلها من ذهب خالص لهو فخر عظيم لنا نحن بني إسرائيل نتباهى به بين الناس كما كان يتباهى المصريون بآلهتهم نعم إله نراه ونسجد له ويكون سجودنا له عيدا نتقرب به للرب في كل عام إله يلتف حوله بنو إسرائيل ويعتصمون به في الشدائد صدقت يا آشر فلقد أصاب السامري بفعله هذا فتحت اللواء إلهين الجديد ستجتمع كافة قبائل يهود وماذا عن هارون؟ هل تعتقد بأنه سيقبل هذا الأمر حين يعلم؟ لا تحمل هم هارون يا عاموس فهو لا ظهير له بين القوم وفي غياب موسى لا قوة لهارون ولكن ماذا لو عاد موسى يا باروخ؟ لا أعتقد بأن موسى سيعود فلقد ذهب إلى ربه يتعبد بعد أن اطمأن على بني إسرائيل فليكن له ما له ولنا ما لنا إذن دعونا نسعد الآن بما تصنعه يد السامري ففي القريب سنرفع إلهنا على تلة عالية ونسجد له جميعا لنعلن عن عهد جديد في تاريخ بني إسرائيل ولما قضى موسى وعده مع ربه أخبره الله عز وجل بما فعله السامري ببني إسرائيل وفتنته لهم بالعجل فأسرع موسى عائدا لقومه والغضب يملأه يسأل نفسه كيف ضل القوم من بعد ما رأوا من آيات الله ومعجزاته فأدرك موسى بأنها فتنة الله للخلق لا يصيب بها إلا المنافقين الذين يظهرون عكس ما يخفون هكذا فتن الله إبليس بآدم وهكذا جعل الله نهجه في العالمين ولما أراد نبي الله هارون أن ينصح القوم الضالين ويعيدهم إلى طريق الحق أبوا واستكبروا وكادوا أن يفتكوا به وقالوا ما نحن طائعين لك إلا إن عاد موسى دعك من هذا القول يا هارون فلن يكون إلا ما أردنا هذا إلهنا لن يقربه أحد بسوء فعياك أن تعيد ما قلت مرة أخرى يا هارون فيحل عليك غضبنا يا قوم هذا إلهكم عجل الذهب الذي تصدقتم بكنزكم لأجله فمن اليوم هو إلهنا على الأرض والرب في السماء انظروا يا بني إسرائيل انظروا إلى إلهكم واستمعوا لندائه لكم هل لا سمعتم خوارة؟ إنه يناديكم ويأمركم بالسجود له مرحى بإلهنا العظيم إنها البشرة إنها البشرة أسجدوا يا بني إسرائيل أسجدوا له وعظموه وغضب موسى حين لقي هارون بعد أن علم بضلال قومه وإشراكهم بالله فخابض النموسى في قومه وكان غضب موسى شديدا فأغلظ القول لأخيه وراح هارون يقص عليه ما فعله القوم به وكيف استضعفوه فلم يكن له حيلة بينهم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضل ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي صدق الله العظيم فلما عاد موسى إلى بني إسرائيل ملأ الفزع قلوب المنافقين وعلموا أن لا نجات لهم اليوم من بطش نبي الله وأنهم ملاقوا جزاء ما فعلوا لا محالة فجاء السامري ساجدا على رقبتيه يبكي بعد أن أدرك أن عذاب الله آتيه بما قدمت يداه من فساد عظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا كانت نهاية السامري الذي أضل قومه بعد هداهم فميز الله بفتنته بين المؤمنين حقا والمنافقين فلقد جعل الله هذه الدنيا دارا للاختبار إذن الهدف من الفتنة هو التمييز بين صدق العبادة والدعاء العبادة أليس كذلك يا جدي؟ بالضبط هذا هو مراد الله من خلق العباد فاليوم عمل بلا جزاء وغدا جزاء بلا عمل بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين من بلاد فارس يجيء بطل هذه القصة إنه الباحث عن الحق والمخلص لقضيته وأول أهل الفرس إسلاما إنه الشاب التقي النقي سلمان الفارسي لقد مرت الإجازة سريعا كم سنشتاق لتلك الأوقات الجميلة تصلون بالسلامة ولتجمعنا الأيام القادمة على خير بإذن الله نراكم على خير إن شاء الله كم سأشتاق إليك يا مي وأنا سأشتاق إليك يا هناء سأشتاق إليكم جميعا وخصة حكاياتك يا جدي لا عليك فإن كتب الله لنا الحياة للعام القادم فسيكون لنا حديث جديد إن شاء الله لن أنتظر للعام القادم يا جدي فالتحكي لي قصة أخيرة إذن فالتقني الخاتمة بقصة الباحث عن الحق عسى أن نتبع نهجه وسلوكه ومن هو الباحث عن الحق يا جدي وما قصته؟ إنه سلمان الفارسي أما قصته فسأحكي لكم عنها في مدينة هادئة في بلاد فارس تدعى مدينة أصفهان وفي قصر مهيب يملكه رجل يدعى يوذخشان كانت بداية الحكاية ما به؟ هذا اسمه كان شاباً يافعاً جميل الخلقة نشأ الشاب الجميل بين جنبات المدينة الهادئة كم بدى كل شيء حوله يدعوه للهو والطرف كباقي من هم في سنه إلا أن ما به لم يكن كباقي شباب المدينة فدائماً كان يشعر بأن هناك شيئاً ينقصه وأنه لم يأتي إلى هذه الدنيا من أجل أن يحيى مثل هذه الحياة الخالية من الإيمان كان يدرك بأن العقل هو منبع التدبر فراح يتدبر في آيات الكون من حوله عسى أن يصل إلى الحق غريب هذا الأمر ما هذا البناء؟ لم أره من قبل ما بك يا مابة؟ لماذا توقفت؟ ما هذا البناء يا بجاد؟ إنه دير ألم تره أو تسمع عن وجوده من قبل؟ أبداً لم أسمع وماذا يفعلون بداخله؟ هو معبد ما كما عابدنا يسمونه دير يعبدون فيه آلهتهم أولهم آلهة غير النار؟ نعم ولكني لا أعرف عن آلهاتهم شيئاً وما الذي بداخله؟ بداخله رهبان وقساوسة هم ككهنة المعبد عندنا ثم دعك من هذا الحديث وهيا بنا نكمل سباقنا أم أنك تخشى الهزيمة مجدداً؟ ولكنني أريد أن أعرف شيئاً عن دعك من هذا الحديث السخيف والحق بي فلا حجة لك اليوم في الهزيمة هيا 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 الحق بي راح الشاب مابه يفكر فيما سامع من بجاد وكأن باباً من النور قد فتح في قلبه شعر بأن سعادة غامرة تعتنيه لتزيح هذا الهم الذي يشعر به منذ زمن راح يسأل نفسه فيما أخبره به صديقه هل هناك آلهة الحق غير النار؟ وهل هناك دين غير دين الآباء والأجداد؟ إذن لماذا لم يخبرني أبي عنه من قبل؟ ظل مابه ليلته يفكر حتى غلبه النعاس وفي الصباح قرر أن يسأل أباه دون خوف عما شاهده بالأمس عمت صباحاً يا أبي؟ عمت صباحاً يا مابه؟ كيف كان يومك بالأمس؟ كان يوماً جميلاً يا أبي سمعت أنك كنت تصادق بجادة بالخير حتى اقتربتما من أسوار المدينة أخذنا له دون أن ندري حتى وجدنا أنفسنا خارج أصفهان ولكنني رأيت شيئاً عجيباً وأريد أن أسألك عنه يا أبي ما هو؟ سلم شئت؟ ذلك المعبد الذي يوجد على أطراف المدينة لا يوجد معبد على أطراف المدينة أتقصد ذلك الدير القديم؟ نعم يا أبي هو الدير ماذا به؟ ولما تسأل عنه؟ لأنني لم أعلم بوجوده سابقاً ولأنك لم تحدثني عن هذا الدين من قبل هل هناك دين يستحق أن نتحدث عنه؟ سوى ديننا يا مابة إنهم جنين يدعون أن لهم إلها في السماء وأن هناك جنة ونار ودار أخرى غير التي نحيا فيها أرأيت عبثاً مثل هذا العبث؟ أولا نؤمن بإله نحن أيضاً يا أبي كيف؟ بالطبع لدينا إلهنا العظيم هو النار إلهنا المقدس وإله أجدادنا القدماء لكن الماء يدفئ النار فكيف لشيء أن يعلو فوق الإله؟ هذه حكمة لا يعلمها سوى الإله ونحن لم نعتد على أن نسأل مثل هذه الأسئلة لا أرى أي حكمة في ذلك يا أبي حتى وإن كان لما لم تبلغنا الآلهة عن حكمتها الخفية؟ ماذا بك يا ماذا؟ إنك تسأل أسئلة غريبة اليوم؟ ما الذي أصابك؟ وكيف تتحدث عن آلهتنا المقدسة بهذه الجرعة؟ هل أصابك مس؟ بل أشعر بأن ضوءاً أضاء في قلبي أبي هذا ما أشعر به حقاً دعك من هذا الحديث الذي لا طائل منه ولتذهب بعد قليل إلى حديقة النخيل في أقصى المدينة ولتأتيني بخراجها فأنت ولدي الوحيد وصاحب كل هذا المال من بعد أطالت الألهة في عمرك يا أبي عمت مساء يا ولدي عمت مساء أيها الكهن ما حاجاتك يا صغيري؟ المعرفة المعرفة هي حاجتي أيها الكهن معرفة ماذا؟ معرفة خالق الكون يا له من أمر جلل سألت عن عظيم يا ولدي وحق علي أن أجيبك أعان لله على تلبية طلبك من أين أنت يا فتا؟ أنا من أصفهان ابن من أنت؟ ابن بوزخشان بن فيروز بن سهرك أعرف أباك جديدا فهو من كبار تجار أصفهان فلقد كان قديما يورد لنا التمر والحنطة هو رجل طيب حقا هل يعلم أبوك بقدومك لنا اليوم؟ لا لا يعلم شيئا ولا أعتقد بأني سأخبره أيها الكهن أنا لست بكاهن يا ولدي إنما أنا راهب واسمي نيروز الراهب نيروز الراهب نيروز عذرا أيها الراهب فأنا ما زلت لا أعلم أي شيء عن هذا الدين لا عليك يا بني فسأعلمك كل شيء بمشيئة الرب أين كنت طوال اليوم يا مابا؟ كنت خارج المدينة يا أبي ألم أمرك بجمع أموال الحديقة؟ سرقني الوقت وغاب ضوء النهار قبل أن أصل إلى الحديقة عذرا يا أبي أرجو أن تغفر لي ذلتي سرقك الوقت؟ إذن أين كنت طوال اليوم؟ لقد ذهبت إلى الدير الدير من جديد؟ ألم أنهك عن هذا الأمر يا مابا؟ عذرا يا أبي كوني لم أطع أمرك لكن ما عرفته اليوم كان أمرا عظيما أمرا بحث عنه طويلا أمرا سيغير حياتي إلى الأبد أسمع في صوت كما يقلقني وأرى في وجه كما يؤكد خوفي فهذا الوجه غير الوجه الذي ذهبت به بالفعل يا أبي فلقد هداني ربي إلى الحق ربك عماذا تتحدث؟ ألك رب سوى إلهنا المقدس؟ إنه ربي وربك ورب النار والماء والجبال إنه الرب الواحد الأحد خالق كل شيء بديع السماوات والأرض هل سحرت يا مابا؟ هل أصابك مس من الجن؟ أكان هذا حالك؟ هداني الرب إلى طريقه الذي لا عودة فيه لا عودة فيه؟ أتتحداني إذن؟ ما كنت أفعل ذلك أبدا يا أبي بل إني لأرجو أن يهديك الرب إلى ما هدني إليه قد أفسدك تدليل لك وتلك الحياة الرغضة التي تحياها وكأنك أمير من الأمراء كل هذا ما كان يعنيني في يوم من الأيام وتتبجح أيضا أنت لم تر غضبي بعد من الآن أنت حبيث هذا القصر لن تخرج منه إلا حينما يعود لك عقلك ويزول عنك هذا السحر ليس بي سحر يا أبي ولن تنفعك نارك في شيء فالنافع والضار هو الرب العظيم سأمنع عنك كل شيء اللعب واللعب والصباقات والخير لن يزورك أحد ولن ترى أحدا حتى تعود عما أنت فيه افعل ما شئت لا عودة يا أبي لما كنت عليه بعد أن تذوقت حناوة الإيمان لا عودة يا أبي لا عودة بابا هتسمعني؟ أسمعك يا بي جاد أخبرني ماذا حدث هل أبلغت رسالتي للراهب نيروز؟ نعم كنت معه منذ قليل وأخبرته بما حدث لك أرسل إليك هذه الرسالة هلالي الصغير الباحث عن الحق وصلني خبرك وحزنت لما أنت فيه فالأسر خلف الأسوار هو أكثر ما يرهق أصحاب الحق ولكن لا تحزن يا صغيري فما أنت فيه هو نهج الأنبياء والصالحين منذ بدء الخليقة فلقد عانى سيدنا المسيح وتحمل من أجل إبلاغ الحق الكثير ثلاثي أسيا بنيا من رحمة الرب تمسك بحبله ولتكن على يقين بأن من كان الرب معه لن يضره أحد من العباد أما باب الدير فهو مفتوح لك دائما ثباب الرب لا يقلق في وجه من طلب الهدى ماذا أنت فاعل الآن يا مابا؟ سأهرب من هنا هذا هو قرار الذي لا رجعت فيه تحب؟ إلى أين يا مابا؟ ألك مكان غير هنا؟ الدير يا بجال لا مكان لي بعد اليوم سواء سأبقى هناك خادما للرب طال العمر أو قصر هذا ما عهدت الرب عليه وهل الدير ببعيد عن أبيك يا مابا؟ سيحترك بالقوة لا محالة أنت تعلم جيدا قوة وبطش أبيك إذن سأرحل إلى دير آخر سأتنقل بين بيوت الرب لكني أبدا لن أطيع أبي في طلبه ولن أعبد النار بعد اليوم وإن ميت في سبيل ديرك ألي هذا الحد يا صديقي؟ نعم إلى هذا الحد وكم تبنيت أن تؤمن أنت أيضا يا بجال فتجمعنا الأقدار الجديد لا عليك بي يا صديقي فأنا غيرك تعرف كم سيصعب علي فراقك إلا أنني قد وعدتك بأن أساعدك وسأتم وعدي مهما كلفني الأمر من عناء فلتكن مستعدا فغدا سننفذ ما انتفقنا عليه بينما كان الشباب في سنه غارقين في لهوهم كان سلمان يبحث عن الحق دون توقف فترك سلمان الفارسي كل متاع الدنيا في سبيل غاية قبرى وهي البحث عن الخالق سبحانه وراح ينتقل من دير إلى دير حتى هداه الله إلى لقاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصته قال عنه سلمان منا آل البيت ليكون سلمان الفارسي قدوة لكل من أراد أن يبحث عن الحق بصدق قدوة حسنة في أمة سيدنا محمد وللناس أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون